موسيقى إعلان الجزائر هو محطة أساسية في تاريخ العلاقة بين الجزائر والشاب الفلسطيني أو بين شاب الجزائر والشاب الفلسطيني فأعتقد من هذا المنطلق بدأ سيد رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي 2021 إعلان بعد التشاور مع الرئيس محمود عباس إعلان مبادرة لم الشمل في البيت الفلسطيني عقبه ذلك يعني اتبعه ذلك عمل استمر لعدة شهر متضبط حوالي عشرة شهر يعني من جومبي حتى الأكتوبر وأخذ مننا وقت ساعة حوالي أكثر من 54 جلسة عمل واستقبلنا الفصائل للـ 14 الفصائل لتمثل مختلف المكونات الفلسطينية فاشتغلنا بجهد على إقناع الأشياء الفلسطيني أن الإنهاء للإنقسام هو عامل مساعد لرفع من قادرتهم وعلى صوتهم كشاب فلسطيني أعلان الجزائر حول قادرة الفلسطينية حول لم الشمل الفلسطيني جاء في وقته المناسب ثم صادف أنه جاء قبل إنقاذ القمة في دورتها 31 ونأمل كثير أن القمة تبارك هذا المساعة وتضع له بخارط طريق من حيثه الآلية التي أنشأت لتنفيذ إعلان الجزائر قمة الجزائر بإذن الله ناجحة وإن كل القمة العربية التي تمت في الجزائر كانت بادرت خير وكانت محطات رئيسية في التاريخ العامل المشترك أنا تكلمت على 4 وسعية 93 تكلمت على 88 تكلمت على 2005 ونحن نجيون في 2012 لماذا؟ لسبب بسيط وأن الجزائر صادقة في المساعة ولا تريد قسم شيء في هذا الموضوع بقدر ما تريد لم الشمل الفلسطيني كنقطة هامة ثم لم الشمل العربي طول العربي إذن طبعا تعرف في المؤتمرات واللقاءات دائما ما تكون محل نقاش ومحل حتى اختلافات وهذا شيء طبيعي اختلافات في الرؤى اختلافات في المقاربة لكن في الأخير لا أشك في ذلك أن قمة الجزائر ستكون ناجحة وستكون لبنة جديدة أو إضافة جديدة للعامل العربي المشترك